حكم العسكري وحربه على الاسلام السياسي واللي تحول بقصده وبدون قصد انا بس اشراح نفسي يعني ايه لا حرب على الاسلام داته فاكرين الجملة دي اتفكرناها كثيرا اللي بيحدث مصر غريب وعجيب حكاية المحجبات شيئا فشيئا تزداد رقعة انهم يعاملوا المحجبات انهم اقل في اماكن كتيرة وغير مرهوب فيهم في مصر الحكاية بتبدأ بدأت واحدة واحدة وبتتوسعها الى ان وصلت ان بعض الكمباونتز بقت بتمنع شراء المحجبات شركات العقارات لبعض الكمباونتز الجديدة احساسي قبل اي حاجة هتقول لي احساسك لانك مش عارف اسم الكمباونتز او انت بتعمل والله ما عرف اسم الكمباونت لسه بس احساسي انه اللي بدر ده اماراتي اماراتي بتحكم مصر نيابة عن اسرائيل يعني بعض الكمباونتز الجديدة بتتواصل مع اللي يشتري وتسألهم اسئلة عشان يعرفوا منها اذا كانوا محجبين ولا لا هذا ما رصدوا بعض المواطنين في مصر خبت ازداد رقعة الرصد ورقعة رفض المحجبات مش المنقبات انا بنتحدث عن المحجبات منذ اسبوع عملت عدة تعليقات تبدي اهتمام بعض صفحات العقارات خلاص الامر طبيعي وفجأة رقم توزع بين عدة شركات تسويق عقاري وكل يومين مكالمة فعلا انا مش هتكلم ازاي رقم يوصل لهم لان بيع البيانات معروف من سنين بس انا هقف عند احد مسئول التسويق في شرك التسويق لم يهتم بتسويق منتجه او عرض مميزاته او اي شي اعتدن عليه في مثل تلك النوع من المكالمة يقول لك انا عندي امتين متر والمتر والتقسيط وبتاعه كذا لك ده بيحصلش سأل سؤال اعجب من العجب او بطريقة اخرى سرب لي معلومة وسط كلامه غريبة جدا خلاصتها بص يا فاندم الكمباوند الفلاني عنده شرط ان مفيش امرأة محجبة لها حق الشراء وكمان لو زوجت حضرتك محجبة الكمباوند مش هيوافق يبعلك ده كومباوند للناس الاليت نحن نتحدث عن الحجاب وليس النقاب النقابة هرس ومصر خلاص كونك منقبة بتتعرضي للمطار ده طول الوقت والتسفيه والاحتقار طيب لو في المستقبل يعني امرأة قررت تتحجب هيكون مصرها ايه هتطردوها من الكمباوند ولا الشركة هيكون لها الحق في شراء الوحدة السكنية منها نقطة من اول السطر في وقت ما من الزمن مش هيكون لبعض فقات المجتمع الحق في دخول لمناطق وشوارع محددة انا بقول لحضرتك انه الحكاية وصلت للحجاب وليس النقاب طبعا المنقبات بيتعرضوا للاحتقار ينزل وزير الصحة ينزل وزير التعليم ودايما يصوروا ده ويطلع الحكاية دي وبيتحس انهم عايزين يبسوقوا عليهم او الله العظيم تضييق شديد جدا عشان الناس تقل عن النقاب وصلت للحجاب كل ما بتقبل سلمة ينزلك السلمة اللي تحتيها الحكاية بتمشي كده سياسة ولاد العم تبتة طوال التاريخ كل ما ده الموضوع ما بيكبر والرقعة بتزداد في دلك الموضوع بشكل رهيب الحكاية بدأت بمنع المحجبات في بعض الاماكن والشواطئ يا جماعة يا جماعة منع محجبات مصريات من دخول شواطئ مارينة ده تاريخ كام تاريخ كام ده الفين وخمستاشر اغسطس الفين وخمستاشر يعني من تسع سنين كانت قبل كده على استحياء وشاهدت تلك بعض تلك المواقف بأمي عيني بعد الموضوع توسع وبقى كافيهات الناس بقى تصرخ بسبب قصة منع المحجبات من دخول كافيهات وأماكن شغل بعد كده بقى مناطق سكنية وصلنا للمناطق السكنية كان فيه صراخات سابقة من حوالي سنة فتحات محجبات على اللي بيشوفوه في موضوع الشغل والكافيهات يا كد يعني انا شايف اجماع يعني الناس ثابت الموضوع ويقول لك ومعتدرين ان هذا الحجاب حتى يعني مش اللي هو الحجاب يعني بيقول لك هو ده حجاب اكتر من تعليق يعني حضراتكم نشوفو على البد ومع هذا احنا يا جماعة اعتقد ان احنا واضحين لكن مضطرة اقول الجملة دي كلما عدنا فتح تلك المواضيع الشائكة انتو بتنادوا بالحرية ماشا ناعدوا اللي يقلع يقلع ما قلناش حاجة عايز يقلع يقلع طب يسيبوا اللي يلبس يلبس يعني بسيطة جدا لا اللي يلبس ده بيبقى زي الست اللي لما تختصف في القرية بعد في الساحل الشرير ما فيش امر واضح بيعملوا ايه يفضلوا يقولوا للمحاجابات متخشيش بقى هنا متخشيش المكان ده كده عشان ده ناس مش كويسين يعني ناس ناس يعني ماشيين يعني بلاش تخص عشان متعملوناش مشكلة بيحصل مشكلة الناس دي كلها كذا اهو بيحصل ده في الساحل الشمالي فتخيل حتى الحجاب اللي هو يعني يعني كده كده اصبح غير مقبول الموضوع بيتوسع بشكل كبير في مصر تجاوزنا مرحلة المنقبات مع ان النقاب ده كمان حق اصيل لايه بنا قدمة واحدة مش عايزة تظهر نفسيها انت مال اهلك جنسة مش عايزة انت مال اهلك حقك في حتة انك دخلة مؤسسة دخلة بتاع ان يكون في زابطة او مندوبة امنية او حاجة تطلع على شخصيتها ده حق لا يمكن الجدال فيه اكتر من كده مالكش فيه لكن الحكاية ليه بتتوسع للمؤسسات الدينية بقت مطاطة وكأنها مؤسسات دينية اوه توري قد ولما شيخ لازر يحب يلعب في الحتة الامنة اللي هي بعيدة عن السياسة لانه ما يعني انت شافي شيخ لازر بقاله الجساد تشهر لكن فلسطين دي ايه بتاع اللي نشدناها في بداية المهم فهما يحب يلعب في الحاجات الدينية الثوابت الدينية وبتاع كده يفضل سيضغط ويهينه ويعمله وبتاع وكان قابليها اه شوقي يعلم ومختي جمعة وبعدين جي يسامة الازهاري مؤسسات بقت بزرمية كل حاجة تقلبت كل حاجة تقلبت تخيل من ضمن القلب مهرجان العالمين السيسي اقتلك بيصيف شهور الصيف كلها عاد هو وفي كتيبة بحرية بتعمله وفي مئات الناس جاية اه اللي هم الويترز جايين من الغرداء عشان يخدموا عليه وصفن حربية بتحميه هو والعيال وقصة كبيرة جدا نعملين مهرجان في العالمين بتاع هونه ورأس حقوه بروحيتهم يعني فجاب وزير الاوقاف في مهرجان العالمين كده كده زي اسمه ايه كده لما بيلعب اسمه ايه السودس ولا بتاع يجيبوه ولا التاني ده يلعب بلوت ويحضر المهرجانات وبتاع كده يعني عشان نبقى كيوت يعني كيوت هو كيوت دايما بالتخفيف فجاب وزير الاوقاف في العالمين عشان يصيف بقى الطاقية الحمرة دي دي زي تعالي يا عبدالله لو تكرم الطاقية ونرجع للصور تاني بس يعني الطاقية الحمرة دي استفزتني شوية او مش استفزتني لفتت انتباهي حستها زي الريات الحمر كان ايام قريش كده بيحطوا ريات حمر بعرفوا ايه قصة ريات الحمر دي مع نفسيكم حستها ريات حمر من ريات الحمر ده وزير الاوقاف وبيعلن خطة الاوقاف في مهرجان العالمين يعني مش حضر وليمس الرية الحمرة لا اهمها ملف الوقف وزير الاوقاف يخشف تفاصيل خطة الوزارة من مهرجان العالمين يعني في الفاصل بين بين دخول يعني الفاصل بين حمو بيكا وشكوش والرقصة الاوكرانية طلع وزير الاوقاف يقول خطة الاوقاف في مهرجان العالمين ايه اختي الجميلة الاوقاف دي جميلة اخدونا في الاوقاف بعد ما شارك في التسقيف والبتاع في الحفلات يطلع في الفاصل كده حاجة في الفاصل كده بلدة شقلبت في كل حاج شقلبت في كل حاج دم انتو هلو لهم طب اكلوا الناس يا جماعة عندكم ناس بتجيب جمال ببلاش من استراليا وتبقوها بشيء وشويات هاتوا الجمال اللي ببلاش استراليا عايزة تخلص منه اكلوا الشاع ملوها بسعر مدحم خلي الغلبة تاكل وزير الاوقاف في مهرجان العالمين بالله عليك ده يعني ده موقف يعني اه يعني تبقى وزير الاوقاف طبيعي انك ما تبقاش خلاص الناس دي قررت كده ما حاجش معترض اللي عايز يعمل مهرجان العالمين اللي اربعة اعلام اه بتاع انما العالمين وتلبس العالم الاحمر وتطلع في الفصل ده شيء عجيب والله انتو 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 وضعوكم بقى يعني اه اه ما بقاش ابدا مقبول على اي مستوى المستويات زي العرجان كده اللي بيتاجر بدل عيلة السيسي وبعد اه اه بيزنس الجيش لا ارجاني قطع الطريق عنده افخم في مصر بيغسل اموال السيسي وعمل اتحاد القبائل العبرية وقال له وبيعلن افتتاح مقر جديد في الطاهرة وحاطت صور السيسي وصوره مع السيسي وجايب عليه على الوكا يخرب بيوتكم ايه البلد البلد بقت راحتها صنان يا جماعة والله ربنا يعز قدركم البلد بقت راحتها صنان علي عليكا فاكرينه قوديا بتاع القسار قوديا بتاع القسار بتاع اللحظة التاريخية بتاعت التصويت على تيران وصنفير القيح ملى البلد مطلعين بيان ان العرجاني هيخاطب وزير التعليم العالي عشان يجيب منح لابناء القبائل وبيان في غاية الكوميديا السوداء وبقول لك البلد بيان بزراميت كده بزراميت بيهر من كل حيط ابناء القبائل العبرية العرجاني اللي بنته كان بتتعالج في المستشرة مع نتينياهو في نفس الوحد وقرايبه في الجيش الاسرائيلي عشان كنا بقول لك اتعاد القبائل العبرية يفتتح مقر جديد وترتيبات لعاخد مقتمر جماهيري لدعم الرئي هو هو النجس ما بيدعموشها للانجاس ليه هي المؤتمرات كلها نجاسها ليه افتتحها برقاسة بقى مهندس بريم عرجاني معاه دبلوم صنايع ودبلوم الصنايع على راسي يعني بس نتقالش عليه مهندس انه مين هيقدر يشير لقب من العرجان مش هلوها من وزير التعليم مش هلوها من العرجاني وخلال التطاعة تم التوافق على مكتراعات بعض العضاء بتقديم الاتحاد من خلال مهندس بريم العرجاني ورقة عمل لمجلس المناولة وبنشار في المقر الجديد مطالبات مراعاة التركيبة القبلية والعائلية في تشكات اهه انا مسلا اسمع عن انشاء التحاد عمالي نقابة عمالية دور على حقوق الناس بقاش ليه علاقة بالسلطة الحاجات اللي بقيت اه زي العول والعنقاء في مصر كده يقولك احنا مع السيسي للنص نصر على مين يا رحمك الشعب النصر على مين والسيسي بيحارب مين غير الشعب بلد بقى فيه عنصرية رهيبة جدا ما بين الشعب والشعب مفيش مكان للشعب والشعب ده يتعمل فيه زي ما يتعمل الزيادة جديدة في اسعار الكهرباء لخمسين في المية يلا بقى اديله ده حظه ماشي اديله اديله زيادة تصل لخمسين في المية اسعار الشراح الكهرباء الجديدة في مصر احسب تسعيرتك احسب الصب في مصلحتك احسب هيصبولك قد ايه الكهرباء اللي لسه بتقطع والناس هتتجنن يزود في اسعار الفواتير مواد الغذائية ولعت وغلها على المصانح الناس بيتكلم نفسيه الناس ماشي في شعب تكلم نفسيها في هذا المشهد الجنوني والهرائي فعلا الناس هتعمل ايه باي حسب من الحسب لل4000 ولا ال6000 ولا العشر تلاف تكفي اي حاجة باي حسبة من الحسب ده ده الوضع بقى مخيف مخيف واقول لك في واحد اسمه سالم الجودي البلوي من قبيلة بيلي بيجيب ستين ولا سبعين الف جمل ببلاش من استراليا ويبيعوهم خدوا تلاتين الف ااكلوا الناس يومين تخيل ناس يشوف اللحمة ناس يشوف اللحمة كمية الاوساخ الوزخ اللي بيطلقوا بتاع شباها انت مدى لما يجيب البليوي ده لما يجيب لك ستين ولا سبعين الف جمل شوف مكسبوك ببلاش ويروح يخلي حنى يجيب ااااااي ااا ااا اااا ااا ااا زبالة اللحمة او زبالة الفراخ ويجبت الخضار بيتوحش الناس مش عارفة تاكل بطاطس كوسة سر ارتفاع اسعار الخضروات احنا عايزين نعرف سر ارتفاع اسعار الخضروات والبقوليات واللحميات والكحربيات حزمة الخضرة اللي كانت بيشلهم ربع جنيه ارخص حاجة في مصر بقت بالشمة ورتها لك صح بالشمة فعلا لازم نستبدل الربطة الربطة دي كانت عشان لما تبقى الحاجة كده الناس هتتجنن خضار خضار فول وطعمية وخضار وخضار اسعار رهيبة جدا اسعار رهيبة جدا للخضروات شئ يعني الخضار الناس ما تقدرش تعمل وجبة خضار في اليوم مش ممكن ما بقاش في حاجة اسمها ابسط اكلها فيش حاجة واحدة الناس تلجأ لها بعد الله عز وجل عشان تسد جحة ده ابسط اكلة ابسط اكلة في مصر بدو خيار بص عضلاتك الخمس بضات دول اذا كانوا خمسة فبخمسة وعشرين جنيه خمس بضات شوية الخيار دول مثلا خمسة اشر جنيه عشرة جنيه والعام يقولك مش مهم المهم الامد والجرائم على عينك يا تاجر لا امن ولا بتاع كله مشغول بالامن بتاع السيسي دي رسالة من مواطن بيتكلم علي بيقوله الاعلام بالله عليكم قبل ما انسى بس قبل ما انسى يا ريت مهم جدا الاخوات المحجبات تبعتونا تجاربه حتى لو ما ظهرتش يعني كتابة او بفيديو حتى لو انتو خايفين ما يظهرش وشكم عن مواقف بتحصل لكم شبيهة بتلك المواقف في موضوع الحجاب اللي بتزداد رقعة اه التضييخ عليه في مصر الحجاب وليس النقاب بعثلنا تكرما ده مواطن مصري بعثلنا رسالة على اللي بيقوله الاعلام احمد موسى طالع يقول للشعب ليش مهم من الاكل والشرب والغاز والقربة اهم حاجة الامن والامان هو فين الامن والامان في البلد كل يوم جرائم السريء او قتل باسباب الديون والفقر والله العظيم في قرية تابعة لمركز نجع حمادي عندنا مدرسة وزوجها اتلوا جارتهم وسرقوا المصوغات الدهبية وخدروها ورموها في الحمام والله اعدى اسبوع في الحمام محدش عارف انها اتيلة هو ده الامن والامان والشباب اللي بقى بيتم اعطى بيتعطى كل انواع المخدرات المشكلة ان حتى المخدرات ينهر حتى المخدرات بقت اوسق انواع المخدرات وبسببها بيسرقوا ويقتلوا والله شباب اعتداء على اخته وكان هيموتها انا للاسف يعني هو مصائط عربي بنا يحفظك يعني وحاجات كتيرة بتحصل في مصر اهم حاجة الامن والامان حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اي اي جولة على لايب التيك توك تعرف الحكاية وصلت لفين فيش حقولي هذا الشعب والحكاية وصلت لجنون يرسالها من مواطن تاني عن وضع المدرسين والتجنيد والبهدلة حسبنا الله ونعم الوكيل انا خريت كلية تربية قسم جولوجيا دفعت 22 خلصت كلية ودخلت الجيش جولوجيا يا فاكرها ازايها زي اللحمة وربنا رزقني بسلاح داخلية يعني لما جيت وزع في الجيش توزع عسكري امن مركزي او عسكري في الداخلية يعني وربنا العالم الواحد شاف ايه في الداخلية خلاه كره البلد دي المهم خلصت الجيش وطبعا ما فيش توظيف للمدرسين فقررت تقدم في مدرسة خاصة لقيت الراتب الف جنيه يعني مش مكاف في مواصلات وفطار وهو اسمك مدرس والاستاذ راح الاستاذ جيه وما فيش في جيبة الاستاذ جنيه واحد وغير كل ده المدرسة كانت محتاجة خبرة سنتين طب انا لسه متخرج اجيب خبرة سنتين منين يقولك هو كده حبيت اسافر في اي دولة اشتغل مدرس لقيتهم برا طلبين سنتين خبرة والاسف اضطرت اشتري شهادة خبرة عشان اعرف اشتغل خبرة سنتين ولما رحت اقدمها قالولي انت ازاي معاك شهادة خبرة سنتين انت لسه متخرج من سنتين ومنهم سنة كنت في الجيش وما تقابلتش في المدرسة الخاصة قررت ابدأ اعمل مجموعات دروس خصوصية عشان الاكل وعيش حياة ادمية المادة تلغت المفروض احنا نعمل ايه دلوقتي انا واللي زي انا ولي زي يعني من مدرسين الفلسفة والجيولوجيا والاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بيصلح لي. الخمس بيضات يعني بتلاتين جنيه مش بخمسة. ما عليش انا بعيد والله. بيضة بستة جنيه? كان زمان يقول لك الولد لازم ياكل بيضة ولبن كل يوم الصبح. وفي ناس اتعقدت لحد الوقت. وتعقدات هم دي يعني الحمد لله. بلكن بيضة وكوباية لبن. بيضة وكوباية ومش هيكل البيضة حافية يعني هيكلها بحتة جبنة وحتة تعيش. متخيل في بيضة وجبنة شوية جبنة وحتة تعيش. مع كوباية لبن كام? كام? المدرسين بقوا يحرقوا شهاداتهم. بلد بقى فيها جنون واستهانة رهيبة بالناس. لا دراسة ولا مستقبل هو مزاج ابن مليكة. حد بعتلي بيقول لي ربنا يخللنا الماكارونا. الراعي الرسمي الاغلب الايام فوضنا فيه ربنا. انا خايف على الماكارونا بعد البقين دول. يا هلك حلوان اتضربت. دبنا يسر على الماكارونا. البيضة بستة جنيه الناس بتصلح لنا. انا ااسف يا جماعة. انا ااسف والله. ااسف. 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 فيه تعويم قادم انا اقيل ده من بدرس اه? حدش ليه حقوق لحق علاج ولا حق اكل. الناس بتدور تخالي علاجات السكر والضغط. التأمين الصحي مطلع عين ام الناس. كأنه عنوان. فاكر انت الاحتفالات اللي عملوها ان التأمين وتغطية وهناخد ونعمل وابتاع وكذا. زي اصباح الكفتة بالظهر. فاكرينه ناخد سيخ الكفتة من المريض نطلعه. تأمين الصحي. تأمين الصحي. قسم بالله العظيم. دلوقتي بالروح التأمين بيدفعونا فلوس على التحاليل وعلى الاشعات واي حاجة بنعملوها يعني اسكندرانيا. في التأمين بيدفعونا عليها فلوس رغم انه بيتخص من مرتبك. حسب يالله ونعم الوكيل. والتأمينات برضو يا استاذ معتزة عادة بياخدوا فلوس. دلوقتي يعني بيخسلونا بيخسلوا من مرتبتنا. وعشان تروح تعمل في التأمين اشاعة. اشاعة يعني اشاعة يعني اشاعة عارفنا اشاعات. او تحليل بياخدوا مننا فلوس. يعني انا بجري على لجنة طبية. اللجنة الطبية عشان تعمل لي تحاليل ووظائف كلا بعتتني المستشفى الجيش مصطفى كامل. اخدوا مني مئة وعشرين جنيه عشان يعملوا لي تحاليل ووظائف كلا رغم اني بدفع تأمينات. بتقول ايه يا عم انت تدفع تأمينات دي حاجة وانك تستخدم التأمين دي حاجة تانية. تخيل لما يصل بيك الحال ان الناس تبقى في التعليقات كلها بتتصعب على حالة اهل مصر. سلت غزاء الامة ويبقى ده وضع شعبها. اهو عيغرك مشاهد السحل الشرير والمولات. يقول لك ما الناس معها فلوسة هي. جماعة مصر تقترب من مية وعشرة مليون. اذا كان عشرة مليون بيعيشوا تلك الحياة وهذا الرقم ليس صحيح على الاطلاق. فمية مليون بيعيشوا البوع والضياع. ويا ريت سيبلهم كرامة او حرية. بوع وضياع ومذلة. بوع وضياع ومذلة. الله الامر.